يسير البوح اليوتيوبر الجزائري من ولايات ورقلة المشهور بمحتوى الضحك الذي يقدمه عبر مقاطع فيديوهات أطهر دجا حيث ظهر في مقطع فيديو وهو بالشارع ويصرخ ويرتدي قميس ممزق وحاف القدمين حيث وجد بوهران في حالة كارثية ومؤثرة وظهر في مقطع فيديو آخر وهو يصرخ ويبكي داخل المستشفى ويقوم بحركات غريبة وحاول ضرب رأسه مع الأرض مرات عديدة حيث لم تكشف السلطات لحد الآن الحالة الهستيرية والإنهيار الذي ظهر فيه الشاب وقال البعض من رواد موقع التواصل الاجتماعي أنه ربما تعرض للاعتداء أو أصيبه باستحة والكل في منصات التواصل الاجتماعي من متتبعه والشعب الجزائري تعاطف معه وبشكل كبير وبالشفاء العاجل إن شاء الله لليوتيبر الجزائري ياسين ربوح وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع لازم زور الشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا ترجمة نانسي قنقر